طيب نروح لخبر مهم جداً قصة سريعة عايزة احكيها لكم لازم الناس تبقى واخدة بالها من موضوع المنشطات موضوع المنشطات ده في منتهى الاهمية انت ممكن كلعيب احنا انا واحد من الناس خضعت التحليل المنشطات اكتر من مر بالصدفة هما بيطلعوا لعب بصدفة ويدخلك تعمل الايه ياخد منك عينة ويعملك تحليل المنشطات فيه ادوية في السوق بتاخدها عاد دواء برد دواء السنان دواء قطرة للعينين بيبقى فيها للأسف مادة فعالة منشطة اللعب بياخدها هو مش عارف طيب الدكتور اهاب امين رئيس الاتحاد الجنباز طلب من مسؤولين في المنظمة المنصية مكافحة المنشطات النادو طلب بينهم برئاسة الدكتور اسامة غنيم طلب انهم يتجمولوا لستة او يحددولوا الادوية المحظورة على الرياضيين عشان محدش من اللعيبة يقع في فخ المنشطات اللي حاجته لحضركم طيب ايه اللي حصل عشان يقول كده فيه لعيبة طبعا او فيه اتنين لعيبة من لعبة منتخب الوطني للجنباز توقفوا بسبب هذا السبب يعني السبب اللي قلت لكم اللي هو المنشطات دواء في مادة فعالة تعملوا تحييل طلع ايجابي عمل تحييل تاني استقنف طلع سلبي طب الوقت اللي بيديع ده احنا محتاجين لو اللعيبة عارفة الادوية باسمها التجاري اللي في السوق طبعا المادة الفعالة حاجة واسم الدواء حاجة فطبعا المبادرة كويسة طبعا من رئيس اتحاد الجنباز وعايزة طبعا منكم ان طبعا فيه لعيبة ملك سليم استقنفت في الاتحاد الدولي للجنباز وتم طبعا تبرئة ساحتها من المنشطات ورجعت تاني تمارس اللعبة وطبعا انتوا عارفين ان الفريق ده تأهل الانبيات فكان طبعا خسارة كبيرة الملك فمهم جدا ان النادو طبعا برئاسة الدكتور اسمها جونين تحط هذه الليستة من الادوية عشان اللعبة ما تقعش في هذا الفخ يعني اللي مش محسوب قوي